في تطورات الحرب في أوكرانيا قال ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكرانيين بلاده لا تدرس أي بديل للمساعدات العسكرية الأمريكية المؤقتة لحربها ضد روسيا وأنها واثقة من أن الكونغرس الأمريكي سيقرر تقديم هذه المساعدات وقال كوليبا خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن أوكرانيا ليس لديها خطة بديلة وأنهم واثقون من الخطة الأولى مضيفا أن كييف ستقاتل دائما بالموارد الممنوحة لها ومشددا على أن ما يقدم لبلاده ليس صدقة وأنما استثمار في حماية حلف شمال الأطلسي والشعب الأمريكي بحسب وصفه